بالفترة الأخيرة عم نضوي ببرنامجنا على بعض المهن اللي كثير منعرف عنها ولكن نحن بحاجة لإلى بطريقة أو أخرى من هالمهن كاتب العدل هالشخص هو بيتكلف من قبل الدولة حتى يشهد على توقيعنا على المستندات الأنونية والرسمية يمكن هيدا أكتر شي نحن نعرف عن هالمهنة وللمزيد من التفاصيل يدعينا اليوم على استوديواتنا متخصصة بهالمجال برحب بالكاتب بالعدل جينان جاد أهلا وسهلا فيك جينان جينان عرفت أنه أنت من أصغر كتاب العدل في لبنان صحيح الشيء؟ مضبوط أدي عمريك؟ ثلاثة وثلاثة أدي سارلك بهالمجال؟ أربعة سنين أربعة سنين بتفتخري أنه أنت عمريك هالقد صغير وبهالمنصب؟ أكيد أكيد الحمد لله ليش اخترت هالمهنة لك جينان؟ مع أنه منستبعده أولا لليساء وثانيا أنه عادة مهنة كاتب العدل هي بالوراة بتنتقل أنه في لبنان آه بالإجمال هيك بيصير وضع بس أنا خلصت لسانس وعملت دراسات عليا وفتحوا دورة وقدمت أنا كمان ما كنت أعرف شيء عن كتاب العدل يعني عن المهنة كمهنة ما كنت أعرف أنت كنت موظفة ببزارة التربية؟ مضبوط مضبوط وكيف انتقلت للمهنة؟ كنت في ذات الوقت عم بعمل إجازة بالحقوق وعم بعمل إدوكاسيون فيزيك اسبورتيف وكنت أتعلم مجالات ما خاصة بـ لا كنت أتبلش أتعلم بالدولة بسانوية وكنت عم بعمل ديبلوم دراسات عليا وفتحوا دورة كتاب عدل وفتت أقدمت يعني خدت الامتحان ونجحت بكل بساطة أول مرة لأ بعد سنتين أقدمت إيه شو اللي جاذبك لها المهنة؟ علما أنه ما كانت على البال وبعيدة عن اللي كنت عم تدرسي مزبط بس أنا أنا كنت أخذة التربية الرياضية هكي بتل إنه شي أنا بحب أعمله بش إنه مهنة للمستقبل وحسات إنه أنا يعني بهذا المهنة كتاب العدل بكون يعني عم بعمل شي أنا بحبه إنه عرفت جينان كاتب العدل شو لازم يكون عامل اختصاص بالجامعة؟ لازم يكون عامل إجازة بالحقوق وبس مش ضروري يكون متدرج بالمحامات ومش ضروري يكون أخذ أكتر من اللي سوس بالحقوق يعني الشادي بالحقوق بتكفي إنه يروح يقدم على المباراة فيه يكملوا يعمل محامي؟ فيه يكون عام يعمل محامي بس بده يعلق أيضو بنقابة المحاميين لا يقدر يسلم مهنة كتاب العدل وين فيه بريستيج أكتر؟ عند كاتب العدل أو عند المحامي؟ بالنسبة لأقلاء عند كاتب العدل إذا بدنا نقارل بين عدد المحامين في لبنان وعدد كتاب العدل شو بيطلع؟ أقل أقل بكثير أقل بكثير هلما أنه بحاجة يعني في مناطق ما فيها كتاب عدل نعم بيقدر الشخص يمارس المهنتين؟ لا مثلا إذا عنده شهادة بالحقوق وكملتها كتاب عدل؟ بيقدر كمان يتكلف ككاتب عدل؟ لا إذا أنت قدمت على الاستقناف وصرت محامة مستقل وبديك تعالق أيديك بنقابة المحامين لا تسلم مهنة كتاب العدل ما فيك تكوني عم تجمعي بين مهنتين طب بده يختار يا هادي يا هادي ليه ما اخترت المحامات مثلا لألك؟ ما حبت كنت تعرفي حدا بيمارس هالمهنة كاتب العدل حتى لا ولا حتى كمان كنت قصدة تعرفي تفاصيل هالمهنة مثلا كنا دارسين عنا بالجامعة بأول سنة بس أنه ما كنت حتى ومرحت ولا مرة عند كاتب عدل يعني الشخص كيف بيصير كاتب عدل يعني كيف بيحصل على التوكيل ومن قبل أي جهة رسمية هنا بيفتحوا مباراة بمرسوم من وزير العدل وبيعلنوا عنا بجريتان محليتان وبإذاعة رسمية كل عامة بتصير الدورة هي بالمبدأ عم تصير كل سنتين وبتروحها بتقدمي طلب بعين بوزير العدل لجنة قدات عدليين وإداريين ببطوا بالطلبات بيشترط بالمرشح أنه يكون أكيدا لبنانا من أكتر من عشر سنين وعنده هالشادة المعينة وعنده إجازة بالحقوق وما يكون محكم علىه وما يكون عنده عاها جسدية بتمنعه منه وبيخضع للامتحان وإذا نجح بيحصل على التكليف لا بيعمل أول امتحان شفها بعدين بعينولهم امتحان خاطر بعدين يجمعوا مجموع العالي هن بيصدر مرسوم بتعيينهم كتاب عدل أصليين لأنه في لبنان في كمان كتاب عدل مش أصليين مكلفين مكلفين بيمارسوا نفس الوظايا مكلفين بيكون فيه شغور بيمارسوا ذات المهنة بس هن كيف بيتكلفوا بقرار من وزير العدل كمان بيكون فيه شغور بمركز من مراكز كتاب العدل حدا طلعت أقعود حدا يعني بطل موجود ديناتنا إذا تقعد فيه بدك يعني بيسلم الوكالة اللي عنده لا إذا تقعد بيكلف وزير العدل شخص بيكون بيوزير العدل من رؤس الأقلام نعم تقوم بمهامه لحين صدور مرسوم بتعيين كاتب عدل أصير قدي مدة تتكليف عادة لما شخص بيصير كاتب عدل هلأ بتظليك أنت كاتبة عدل لتطلع إلى سن التقعود آه خلص مرة واحدة يعني ايه خمسة وستة سنين بعد صغير بلدان بدول الخارج هي بس صالحة لأربع سنين لا عطينا فكرة جدا عن مسئولياتك اليومية شو بيعمل كاتب العدل؟ يعني غير أنه فيه مصادقات لمستندات قانونية ورسمية مضبوط لتصير المستندات قانونية بده ختم ومصادقة كاتب عدل بيجوا لعندك الأشخاص كل حدا عنده طلب خاص يعني مش بالضرورة يكونوا كلهم مثل بعضهم فيه تنويع بالمهنة حدا بيجي بده يعمل تعهد حدا بيجي بده يعمل وكالة باع مسئولية الكاتب العدل كتير كبيرة لأنه بده يتحقق من كل المستندات الرسمية يلي بتنبرز قدامه بده يتأكد من الأشخاص كمان لأنه فيه أشخاص بينتحلوا شخصية غيرهم بصير هي تزوير أكيد بس أنه نحن هون بلبنان يعني أكتر ما أنه تتأكد من المستندات من الأشخاص ما فيك أكتر من هاي يعني إذا عنده المستندات الرسمية لازم يكفي على أنه أنتوا تحطوا توقيعنا على المستندات لتوقعوا السيغة التنفيذية جينام ممكن أن نروح عند أي كاتب عدل بأي منطقة لبنانية أو لازم نروح عند كاتب عدل من منطقة نفوسنا نحن لا هلأ فيك توقس دي حالة كاتب عدل بس فيه أعمال أنونية ما بتكون أنونية إلا إذا رحت عند كاتب عدل ضمن المنطقة يلي أنت موجودة فيها مثل الناس بتستأجر بيصير فيه خلافات بين المأجر والمستأجر بدوا يحطوا الإيداء عند كاتب عدل والمساري ما بيعودوا يقبضى للمأجر تحطيها عند كاتب عدل هون ضروري يكون بمحل الكائن فيه المأجور يعني كاتب عدل ما ترحمل البنائة أو الشقة أو الأرض موجودة شو يعني دائرة خاصة يعني كل كاتب عدل بيصع لكم عنده دائرة خاصة مضبوط لأنه وقت بتتكل بتتعين بمرسوم بيزور عن وزير العدل بديك تحطي أول شي نموذج عن توقيعك هي بتتكلف وزارة العدل تعمموا يعني بلوتو مديرية العاملة وزارة العدل تعمموا على مختلف الدوار الرسمية بديك تحطي كمان أنت وين أخدت دائرة لإلك لأنه وقت بتقدمي عامتحان كتاب العدل بتنق ثلاث أماكن يعني عتبر جبال جونة بيروت جمعي أكتر نسبة علامات بتنجحي على المركز أول مركز إنتنة إي تي ضرورة تكون ديرتي كونيك نسمع كتير راجينان أنه في بعض كتاب العدل بمرقوا إشياء إذا بدك لزبون إذا بخصن علما أنه كاتب العدل مش لازم يكون عنده أي مصلحة شخصية بالمسائل اللي بيشهد له متصير هالأمور؟ هلأ حمد الله عنا بعض مساري وأنه في حاجة كتير يعني بس لأ بالإجمال لأنه الكاتب العدل كمان بيتلاحق من وزارة العدل فبقى بيستبعد يعني فيه مراقبة أكيد فيه مراقبة قدي مهم أن يكون فيه ثقة بين كاتب العدل والناس كثير مهمة كثير مهمة شيء أكيد متبادل أكيد أكيد يعني بالآخر كاتب العدل بيصير كأنه شيء حدا عم بتعترفي عنده يعني عرفته فيه ناس بتوضع سنداتها حدا بيحط سند بيته سند الملكي عند كاتب عدل إنه إلا إذا فيه ثقة متبادلة بياناتهم فيه ناس بطرف دي إنه ما فيه معاملات بمجرد إنه منك مرتاحة أو يمكن مش حاسي بالثقة اللي لازم تشعر فيها عندك الحق إنه طرف دي بس أنا بيجو بيقولولي غير كاتب عدل بيقول إنه إحنا بتجري لعنا تعاميم من الوزارة فيه إشياء ممنوع تعملي وفيه إشياء أساسا ممنوع إنه تنعمل بيقولولنا غير كاتب عدل بيعمل وبنقول له تفضل وسيوراقك عملا عنه غير كاتب عدل نسمع كمان إنه كاتب العدل بيعمل ما تصاري كتير هالشي صحيح؟ بأسناد معينة أي يعني أوقات أكتر من المحامة أي أوقات أكتر ومزبوط أنت مبسوطة بها المهنة الجنان؟ كتير الحمد لله ونبي تكملي أكيد أكيد في مجالة للتطور أو للتقدم بهالمجال؟ هلأ نحن يعني من وين بيطلع كاتب العدل بعد هالمنسب؟ ما بيطلع بس بس يعني حلو أنت بس كوني عم تخبر العالم وتفسري له هذا شيء أنت بيرديك يعني لأنه في حرام في كتير عالم ما بتكون عارفة يعني شو بدأت تعمل وقت أنت بتكون هيك عم تتوجهي علما أنه بوجود المحامة هلأ يعني كيف بيقول ما بعرف كيف فسر لي كيها أنه 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 في محامة وفي كاتب عدل بيروحوا العالم بالإجمال عند المحامة بس إيام بيجوا لعندك ما بيعرفوا شو بدون يامل حلو أنه تواجهيون نعم يعني كمان أنتوا مصدر سقة بتكونوا للناس هل في سيئات لهالمهنة يعني أوقات بتتمني مثلا لو كنت بتمارسي مهنة أخرى لأنه فيها مسؤوليات كثيرة فيها تعب كثير فيها ملاحقة كثيرة فيها تعب وفيها ملاحقة وفيها كثير مسؤولية الكاتب العدل مثل ما قلتلك بيتلاحق جزائيا ومدنيا إذا غلط بس لا حلو حلو عن جد لأنه كل يوم عندك شي جديد وكل يوم بتعرفي شي جديد شو رد تفعل الناس عليك لما بيشوفوا الصبية بعض صغيرة وبها المنصب بيتفاجأوا بيترددوا كثير مثلا أيام بتكون الأسيستانت عندي مش موجودة بيجي أنا بفتح الباب فكركي أنت الأسيستان فينا يشوف الأسيستان يصير قلموا تفضلوا تفضلوا يه حضرتيك بقلهم وعلى صعيد الشخصي جينا هالمهنة كيف أثرت على حياتك يعني شو رد تفعل الشباب عليك لما بيعرفون أنت كاتب بالعدل بينقزوا بتفاجأوا بيحسبوا لك حساب أكبر بيحسبوا حساب أكبر وبهذه المهنة بالذات كتير بتستقطب الأنظار يعني عرفت بأي معنى يعني بيشوفوك مستقلي ماديا فبيتحمسوا أكتر على الزواج مصبت أنت شو رأيك بهالموضوع لا لا بهرب منه لأنه أنت بهالمنصب بتصير تعرفي أكتر أي نوع من الشريك بديك لحياتك أكيد أكيد يعني التعامل مع العالم كل يوم بيخليك عن جد تصير عنديك نظرة هيك نظرة وبتكون عنديك من قبل لأنه عندي كيمكن هالقد أحتكاك مع الناس إيه مضبوط شكرا لإلك جينان جاد ولها المعلومات المفيدة إذا بدك عنها المهنة نتمنى لك برسي أعطيكم العافية أهلا وسهلا فيك مشاهدينا وقفة أصيرة ونتابع انتمنى لك